كنا من التكلم على صفقات نادي الزمالك وبرضه كنت بتشرح لي هل انت راضي ولا مش راضي عنها ما قلت ليش اه اه لا بس كنت بتشرح كنت بقول ايه بالزبط النادي الزمالك في الفترة اللي جاية محتاج ساستامة الكرة شوان طبعا المجلس يعني الله يكون فعول في مواقف كتير جدا المجلس ده تحط فيها مواقف صعبة وحل جزء كبير منها عنده طبعا أخطاء مية في المية كل الناس بتغلط الترانسفير اللي فات ما تعملش على أعلى مستوى السنة دي بدأ يعدل في الترانسفير وقع في مواقف صعبة جدا اتفق مع العيبة وصفقات بسط محطوطين في موقف ان هم بيحاولوا ان هم يدوروا على كوالة احسن من الكوالة اللي موجود انما في الاوف الاخر لازم نتز مالك في الفترة الجاية كريمي بقى عنده سيستم مختلف شوية لازم يحضر مدير تعقدات وعلى فكرة الموضوع عشان فيه ناس كانت بتتكلم على ان طرق يبقى مدير التعقدات انا الموضوع ده بالذات بعيد عنه كل البعد ومن تقريب من ايه ولا اي حاجة لسه انا بتكلم على عشان بس ما يتقلش ايه اسطرق بتكلم على منصب مدير التعقدات عشان عايز امسي كلها انا لو المنصب ده تعرض علي بملاييني الدولارات مش ملاييني الجنايات مش اقبله 5 مليون دولار مثلا مش اقبله 10 مليون دولار لا ليه يا اسبابي بس يا كريم انا بحب التدريب اوي اوي دي نقطة النقطة التانية اي موقع هيتعرض عليك في نتزة ملك هتشتغل فيه اي موقع مهما كان بس الفكرة بالنسبة لي في الموقع ده بالذات انا مش شايف نفسي فيه مش خالص لان مدير التعقدات ده بيبقى ليه مواصفات خاصة حاجة تاني خالص بعيد عن العين والرؤية وبعيد عن الاختيارات لا ده مدير التعقدات ده ورق ومستندات وكتابات وتفاصيل مفاوضات وحاجات كده مش بتاع الطريق السيء